بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أهلاً وسهلاً بكم من جديد مع مفتاح جديد من مفاتيح المعرفة تحت عنوان جمع التكسير في هذا الدرس سنتعرف على أنواع الجموع والمميزة بينها ونتعرف كذلك على جمع التكسير وأنواعه وأوزانه ثم نقوم بتطبيق القاعدة تابعوا الشريط إلى نهايته بعد هذا الفاصل مفاتيح معرفة قناة تربوية تثقيفية تعليمية وإرشادية فلا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد ما هي أنواع الجموع؟ أنواع الجموع هي أولاً جمع سالم وهو ينقسم إلى قسمين جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم مثال مسلم مسلمون في جمع المذكر السالم نضيف وونون في حالة الرفع على المفرد وياء ونون في حالتي النصب والجر فنقول مسلمين وفي جمع المؤنث السالم مسلمات نضيف ألف وتاء مبسوطة على المفرد ثانياً جمع التكسير وهو ينقسم أيضاً إلى قسمين جمع القلة وجمع الكثرة فما هو جمع القلة وما هو جمع الكثرة؟ هذا ما سنتعرف عليه في درسنا اليوم ما هو جمع التكسير؟ جمع التكسير هو ما دل على أكثر من اثنين مع تغير صورة مفرده عند الجمع بالزيادة أو بالنقصان أو باختلاف الحركة مثال لكل نوع الجمع بالزيادة مثال علم علوم زيدة واو على المفرد باب أبواب زيدة همزة وواو على المفرد الجمع بالنقص كتاب كتب حدفة الألف في الجمع غرفة غرف حدفة التاء الجمع باختلاف الحركة أسد أسد جمع التكسير ينقسم إلى قسمه جمع الكلة وجمع الكثرة فما هو جمع الكلة؟ جمع الكلة هو الجمع الذي يدل على عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن عشرة وجموع الكلة أربعة أوزان وهي أفعلة أفعل أفعال فعلة إليكم الأمثلة التالية أفعلة مثل زمن أزمنة لسان ألسنة جهاز أجهزة أفعل مثل بحر أبحر ذراع أذرع عين أعين أفعال باب أبواب وقت أوقات سبب أسباب فعلة صبي صبية فتن فتية بعدما تعرفنا على الأوزان الأربعة لجمع القلة سنتعرف على معنى جمع الكثرة وأوزانه جموع الكثرة هو الجمع الذي يدل على عدد لا يقل عن ثلاثة إلى ما لا نهاية له أوزانه عديدة غير الأوزان الأربعة السابقة مثال الوزن فعل مثل بكم فعل كتب فعل غرف فعل قطع فعلة طلبة فعلة دببة فعل مرضى فعل ركع فعل كتاب فعال كرام فعول بحور فعيل حجيج فعلان صبيان فعلان قمصان فعلاء سعداء أفعلاء أغنياء السنتاج جمع التكسير هو الإسم الدال على أكثر من اثنين أو اثنتين بتغيير بناء مفرده وهذا التغيير يطرأ على صورته إما بزيادة أو نقص أو حركة نقص عن أصوله مثل رسول رسول حدفة الواو اختلاف حركاته نحو أسد أسد اختلاف حركاته مع الزيادة نحو رجال مفردها رجل اختلاف حركاته مع النقص مثل كتب مفردها كتاب جمع التكسير نوعان أولا جموع القلة وهو الجمع الذي يدل على عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن عشرة لها أربعة أوزان وهي أفعلة أفعل أفعال فعلة ثانيا جموع الكثرة هو الجمع الذي يدل على عدد لا يقل عن ثلاثة إلى ما لا نهاية له له العديد من الأوزان نذكر منها مفاعل مفاعل فعال فعال فعول إلى غير ذلك بمعنى أن الجموع التي على أوزان أفعلة أفعل أفعال فعلة هي جموع القلة وغيرها هو جموع الكثرة يشترط في الأسماء التي تجمع جمع تكسير أن تكون ثلاثية أو ربعية وما زاد على أربعة أحرف فتجمع بحدف حرف أو حرفين من حروفه نحو سفرجل جمعها سفارج حذفة الله عنكبوت جمعها عناكب حذفة الواو والتاء بعدما تعرفنا على جمع التكسير وميزنا بين نوعيه لنطبق ونوظف ذلك أتمم ملء الجدول التالي المفرد فتن درس أخ ثوب مصباح جمع التكسير أقلام صبيان حبال أصدقاء كرماء إذن لنتمم ملء الجدول فتن جمعه فتية على وزن فعلة وهو جمع القلة درس جمعه دروس على وزن فعول وهو جمع الكثرة أخ إخوة فعلة جمع القلة ثوب أثواب أفعال جمع القلة مصباح مصابيح مفاعل جمع الكثرة قلم أقلام أفعال جمع القلة صبي صبيان فعلان جمع الكثرة حبل حبال فعال جمع الكثرة صديق أصدقاء أفعلاء جمع الكثرة كريم كرماء فعلاء جمع الكثرة أحول ما هو ملون إلى الجمع قدمت الجائزة إلى الفائز الذي ذهب خلف حلمه في تحدي وكان شعاره لا يأسى مع الأمل الكلمات الملونة هي الجائزة إلى الجائزة إلى الفائز الذي ذهب خلف أحلامه في تحدي وكان شعاره لا يأسى مع الأمل جمع الكثرة أحدد نوع التغيير في جمع التكسير التالية بعد تحويلها إلى المفرد أسد أسد طرق مكاتب أطفال إذن أسد مفردها أسد وقع اختلاف في الحركة طرق مفرده طريق الجمع بالنقص إذن حدفة لياء مكاتب مفرده مكتب الجمع بالزيادة وضيفة الأليف أطفال مفرده طفل الجمع بالزيادة وضيفة الهمزة والأليف أتمم ملء الجدول بما يناسب المفرد عمود بقرة فلاح مصباح إذن نبحث عن الجمع ونحدد نوعه لكل كلمة من الكلمات التي ذكرت عمود أعمدة جمع تكسير بقرة بقرات جمع مؤنث سالم فلاح فلاحون جمع مذكر سالم مصباح مصابيح جمع تكسير أضع سطرا تحت جمع التكسير تنتشر بمراكشة مساجد كثيرة أشهرها جامع الكتبية وتعتبر مئذنته من أروع المآذن في فن العمارة الإسلامية كما يعد من بره من أكثر المنابر إتقانا إذن لنبحث عن جمع التكسير في هذا النص ونضع سطرا تحتها إذن مساجد المآذن المنابر إلى هنا انتهى درسنا اليوم شكرا على حسن ستبعكم وإلى لقاء قريب مع درس جديد ترجمة نانسي قنقر